الملكة العربية السعودية جانبا من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث نوها سموه بما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم ومتابعة لرياضة سباقات الهجن الأمر الذي عزز من تطورها وقدرتها على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في المشاركات الخارجية مشيرا سموه إلى الدور الكبير الذي يطلع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بتطوير هذا القطاع واهتمامه برياضة سباق الهجن وأشهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بما تحظى به رياضة الهجن من دعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ترك الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والباراليمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن منوها بالجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد كما أشهد سموه بالتنظيم المميز للمهرجان وما شهده من إقبال واسع من ملاك الهجن والمتسابقين والذي يعكس حرص أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة الحفاظ على إرث الآباء والأجداد متمنياً للمملكة العربية السعودية الشقيقة داوم التوفيقي وللقائمين على مهرجان ولي العهد للهجن داوم النجاح والتميز في السباقات القادمة ترجمة نانسي قنقر